اهلا بك اصدقاء اليتيوب عاجل جدا واخبار خطيرة جدا وفي اخبار تطمن بس قبل ما يبتدي افكركم ودعمكم للقناة بعمل لايك وشاركة الفيديو واشتراك في القناة لو حبيته وتفعل الجرس وصلاك كل جديد وتروب عينها سندولوس تحت الفيديو في معلومات مهمة لكم تمام تدي عشان ما طولش عليكم اول خبر عندنا الخبر ده وخطر جدا فيه كلام بيقول ان فيه منصة FTX وتعارفين الحرب اللي عملت الفيديو لو كنت عامله مبارح حرب بين منصة بينانس وبنصة FTX وFTX التالي تحصل فيها تعصر ففيه كلام بيقول ان هو FTX وقفت سحب العملات يعني فيه ناس حاولت تسحب العملات هو ما عرفتش فياريت تكتبولنا في تعليقات تحت الفيديو لو حد عنده حساب على منصة FTX يكتب لنا فيه السحب مستمر ولا وقفوه قصد دي كرسة وانا عن نفسي لو كان عندي حساب على منصة FTX وعندي عملات كنت سحبتها فورا من مبارح وقلت الكلام ده من مبارح في الفيديو تمام فربنا يصطر على اللي حيحصل في الفترة القادمة لان ده كل ده ممكن يؤثر على اسعار الكريبتو بالسالب فانا شايف ان اسعار الكريبتو النهاردة نازلة حتى اسعار العملات الرقمية يعني شايفين فيه هبوط بسبب برضو القضية اللي كسبتها الـ SEC ناس تخوفت من العملات الرقمية فابتدت تسحب فلوسها تبيع في عملتها فحصل هبوط في الاسعار في العملات الرقمية والحرب بين بين بينانس وبين FTX قدت برضو الناس تخوفت وبتدت تبيع فحصل هبوط قوي في الاسعار النهاردة وطبعا حتى انتم شايفين الاسعار الاسهم الاسهم هنا شايفين عاملة ازاي S&P500 عمل 3339 على صعود مش على هبوط لكن العملات الرقمية على هبوط فربنا يصر على يحصل الفترة القادمة تمام ده بالنسبة للخبر ده الخبر التاني الولايات المتحدة طبعا عملت صدرت حوالي 3 مليار وتقريبا و4 من 10 من 3 و4 من 10 دولار 3 مليار و4 من 10 من البيتكوين بمعادل حتى مصادرة من اللي فيه محتلين فالولايات المتحدة كل ما فيه بيقيم محتل يقبضوا عليه محتل بخصوص الكريبتو بيقبضوا عليه وبيسجنوا وبياخدوا بيستولوا على البيتكوين الخاص به فهم اخر حاجة استولوا عليها فوق ال 50676 بيتكوين بما يعادل 3 مليار فاصلة 36 فده طبعا الولايات المتحدة عمالة تجمع في البيتكوين فربنا يصر بقى هلها هتجمع البيتكوين وبعد كده هتضرب البيتكوين وتبيع وتضرب البيتكوين وتضرب عملات رقمية او هيحصل ان هي تحتفظ به حتى ان هو يصعد بسعر يصعد يعمل قمة في الاسعار وسعره يصعد جدا وبتده يبيعه فيه الله اعلم ايه اللي هيحصل تمام بالنسبة بقى الاخبار الجيدة نخش على الاخبار الجيدة الخبر ده بيقولك ان فيه على التيفي على التليفيشن قناة سي ان بي سي عاملة برنامج كان بيكلموا على ان البيتكوين امل للبنانيين امل في لبنان ان الناس في لبنان متخوفة من اللي بيحصل عندها في الوضع الاقتصادي وسيطرة البنوك والمزلة للبنوك والكلام ده فتده يتجه للبيتكوين ده الكلام ده في لبنان فده حاجة كويسة للعملات الرقمية بتثبت ان احنا على حق ان احنا على الطريق الصحيح ان العملات الرقمية بتحررنا من ديكتاتورية البنوك تمام الخبر البعدي الخبر ده من فيتاليك بوتيرين اللي هو مؤسس الاسيريام هيعمل تحديثات في الاسيريام الفترة القادمة يعني التحديثات دي هتؤدي الى ان الاسيريام ينطلق انطلاقة قوية جدا وهيبقى اسرع وهيكون كمية بتاعته هتقل فيحصل التحديثات الجديدة بتاعت الاسيريام اللي هتحصل في السنة القادمة هتقصد تأثير ايجابي جدا ويخلي الاسيريام انطلق انطلاقة قوية جدا وفيه الخبر اللي بعديه ده برضو اللي هو ترقية إيسيريام شانغهاي اللي هتتم في النصف الثاني من العام 2023 من العام القادم يعني النصف الثاني برضو هتخلي إن رسوم الغاز للإيسيريام تقل جدا فده هتخلي إن سعر الإيسيريام ينطلق انطلاقة قوية جدا تمام الخبر اللي بعديه المساعد المدير التنفيذي لمنصة بينانس في الاتحاد الأوروبي بيتكلم على التشريعات والقوانين الجديدة اللي هتحصل في الاتحاد الأوروبي هتحسن من أداء المنصات وهتخلي الناس تقبل أكتر على الكريبتو وتدي ضمان أكتر للناس إن هي تشتري وتشجع الناس إنها تشتري العملات الرقمية فده حاجة كويسة جدا خبر رائع جدا لنا كلنا المستثمين في العملات الرقمية ده هتخلي العملات الرقمية أسعارها تزيد دي الأخبار الجيدة جماعة الخبر ده برضو جاي من روسيا روسيا بتؤكد إن دعمها للعملات الرقمية وحتى إن هي بتكلم على إن هو التقرير ده مكاتب إن روسيا خلاص بصفة رسمية بتتعامل مع العملات الرقمية حتى في الاستراد والتصدير لأن عليها عقوبات وما فيش حرية عندهم في تحويل الأموال فابتدوا يستخدموا العملات الرقمية ككل مش بس البتكوين في كل العملات الرقمية فده طبعا بيخلي إن روسيا دولة عظمة زي روسيا تدعم العملات الرقمية ده حاجة كويسة لنا يا جماعة لكل المستثمرين في العملات الرقمية الخبر اللي بعديه خبر بقى للإسيريام صوري أنا أاسف الـ XRP هنا بيقولك إن المستثمرين متأكدين من فوز شركة الروبل في القضية رغم كل اللي حصل زي الفيديو بتاع انبار إحنا الـ S-E-SIL فاز في القضية ضد الشركة لبري فده بيقولك رغم كل الكلام ده ولكن المستثمرين كلهم متأكدين مستثمرين الـ XRP متأكدين في الفوز شركة الريبل في القضية وحتى المحاميين متأكدين في فوز شركة الريبل في القضية فده طبعا خبر جيد لنا حتى المحامي جون إيديتون هو حتى بيؤكد ان الموضوع مختلف غير قضية ليبري وهو متطمن جدا من الموضوع هيعمل فيديو بخاص النهاردة هيعمل فيديو بخصوص الموضوع ده فهو متأكد ان الموضوع مختلف بتاع قضية شركة ليبري وشركة الريبل مختلفين لاتنين العضيتين فيهم اختلاف كبير وشركة الريبل هم عندهم أدلة قوية لبرائتهم فده احتمال كبير فعلا ان شركة الريبل تفوز والاس اسي يخسر او يحصل تسوية بين الاتنين وخلاص وتقلص الامور بس وربنا يسهل انها تكون على مارس مش بعد كده تمام ده طبعا الاخبار بتاعت النهاردة وانتو شايفين طبعا الاسعار عاملة ازاي اسعار في النزول بسبب الاخبار بسبب حرب العمالقة اللي هو سيزي باينانس ومؤسس باينانس وسام بانكمان مؤسس اف تي اكس طبعا انا شايف ان المنصة اف تي اكس قوية جدا ولكن ممكن يحصل هزة في السوق بسبب الكلام اللي بيحصل ده وتاخد لها فترة شوية بسيطة وتتعدل الامور وربنا يسطر الله اعلم ايه اللي حيحصل بس خلي بالك يا جماعة اللي انا قلتلكم دايما وزعوا فلوسكم على منصات متعددة ما تحطوش عملاتكم الرقمية في منصة واحدة لان المنصة دي لو افلت رحت عليك كل العملات تمام حتى لو استرددت جزء هيرجعولك جزء من المبلغ من العملات الرقمية مش هتاخد كل عملتك الرقمية يعني انا عندي حساب على اربع منصات وطبعا معتمد بشكل اساسي على كيو كوين وبينانس تمام وكوين بيز وباي بيت فانا عندي حسابات في منصات كده هتلاقي كل روابط اللي حابب يسجل في المنصات في صندوق الوصف تحت الفيديو تمام اللي حابب يسجل في باينانس باي بيت كيو كوين كوين بيز كريبتو دوت كوم عندي حسابات في كل المنصات دي فوزعوا عملاتكم على منصات مختلفة او في محافظ بردة خارجي تمام ده افضل حاجة محافظ بردة خارجي ولكن لو ما كانش عندك امكانية تجيب محافظة بردة وزع عملاتك عندك 100 بيت كوين عندك بيت كوين عندك قسم ربع بيت كوين في كل منصة ما تحطش العملاتك كلها في منصة لا تضع البيض كله في سلة واحدة انا ان شاء الله متفائل خير هو بس ازمة وحتعدي وان شاء الله خير في الفترة القادمة نسمع اخبار جيدة وانا معاكم يوميا عن حلوة والمر اشكركم ولا اللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة شكرا